في هذه الحلقة من خمس اشياء راح نتكلم لكم عن خمس اشخاص خلصوا العاب بطريقة غريبة عجيبة خليكم معنا وتابعوا التفاصيل طبعا هذه الحلقة من خمس اشياء برعاية شخصيات جديدة مناطق جديدة أسلحة جديدة وأكثر لو بنتكلم عن اللاعبين اللي ختموا العاب بطريقة غريبة لازم نبدأ باللاعب بيرزلي وهو اللي بدأ موضة تختيم دارك سولز باجهزة غريبة لما ختم لعبة دارك سولز عام 2014 هو يستخدم القيتار بس بعدها الناس طلعوا وقاموا يجرمون افكار غريبة وجديدة لكن بيرزلي رجع بآلة جديدة اللي هي طبول تبع لعبة دونكي كونغ لكن مشكلتها انه ممكن تبرمج خمس ازرار عليها بس ولهالسبب اخذ الموضوع شهر تقريبا عشان يبرمج الطبول على اللعبة لانها تحتاج اكثر من خمس ازرار عشان تمشي فما بالك تختمها وبعد هذا الانجاز قدر يختمها خلال خمس ساعات ونص وهلوقت يعتبر اسرع من غالب الناس اللي تستخدم الكنترولر العادي ومن هنا بدأت الافكار تزيد وتصير اغرب نفس اللاعب استخدم ماوس واوامر صوتية واصبع واحد حتى انه دخل موسوعة جنس الظاهر لو عطيناه الحين كنترولر عادي ما رح يعرف يا لعب اغلبنا لعب ريزندنت ايفل وبالاخص الثلاثية الاولى على وقتها وكثير كان يحاول يلعبها بطرق غريبة او يخلصها باسرع وقت ممكن لكن اللي سواها اللاعب بوبا كاسوب انه خلصها خلال ساعتين ونص وما هو جزء واحد بس الثلاث اجزاء مع بعض اللي اغلبنا ممكن ياخذ حوالي عشرين ساعة او اكثر عشان يخلصهم مع بعض لو فك كل هذا خلصهم باستخدام السكين بس مجرد ما تتخيل بس اصلا هذا الشي تشوفه مستحيل فاشلون ثلاث اجزاء بسكين بس اللاعب مشهور في كسر الارقام القياسية حتى انه اخذ رقم قياسي تختيم لعبة سايلنت هل 3 بسلاح ملي بس لعبة سوبر ماريو والد لعبة كلاسيكية والكل يحبها والتحكم فيها بسيط مقارنة بالالعاب الباقية بس لاعب ياباني قرر انه يخلي التحكم معقد اكثر من اي شي ممكن تتخيله وقرر انه يختمها باستخدام الصوت بدل الازرار يعني صوت يمشي يسار او يمين او صوت هينقز وعشان تكون الالة دقيقة استخدم المزمار عشان يتحكم ماريو ولان ما كان كفاية استخدم هذه الادوات وكان يمديه يستخدم المزمار بفمه عشان يكون اسهل الحبيب قرر انه ينهي اللعبة وهو يعزف بخشمة وما في اي سبب واضح لهذا القرار يمكن بس عشان لما تلعب ماريو مرة ثانية تذكر انه في واحد ثاني خلصها بخشمة باستخدام مزمار نرجع لسلسلة دارك سولز طبعا دارك سولز موجودة هنا لانها لعبة صعبة جدا فانك تلعبها بطريقة غير اعتيادية يعتبر شي عجيب كنا نعاني مع اللعبة ونرمي اليد من القهر اليد العادية بس في لعب الظاهر قال انه ما هي صعبة كفاية عشان يلعبها بشكل طبيعي عشان كذا قرر يلعبها حرفيا بقولكم هذا شي حرفيا قرر يلعبها باستخدام موزة جاب لها اكثر من موزة وصلهم باسلاك واستخدمهم كيد للعبة المشكلة كيف فكر فيها اشي اللي خلاه يشوف ان الموز هو الشي اللي راح يخليه فوز في دارك سولز 3 مجرد ما تشوفه يلعب يقهرك يا اخي انت لعبها باليد العادية وتموت كثير هو بالموز ومات 62 مرة بس هالرقم يعتبر قليل مقارنة باللعبين العاديين وقدر ينهي اللعبة الكاملة باستخدام الموز اكثر مثال لعب قرية في اللعب والتختيم هو اللعب تيري خلص لعبة زلدة اوكرين اف تايم هو اعمى كفيف هذا شي الحالة ابداع تعلم اللعبة من الصفر واعتمد على الاصوات والاخطاء وكان يستخدم سمعتين سبيكر عشان يعرف اتجاه الصوت واكيد الموضوع يحتاج لصبر لكن بالاخير قدر ينهيها بدون ما يشوف اللعبة في حياته كلها مجرد ما تشوفه يلعب ويشرح كيف يعرف الطريق وكيف يلعب هذه بحد ذاته عجوبة كيف لشخص عند القدرة ان يتعلم ويصبر عشان يختم اللعبة واخيرا اكتشفنا فايدة نافي اللي تزعلك بكل شي وتحذرك واحنا كنا نمل من معلوماتها البديهية بالنسبة لنا استفاد منها هذا الشخص في لعبته بشكل كبير لانها تبين للطريق وتحذره من الوحوش اللي قدامه وغيرها وهذه كانت حلقة خمس اشياء نتمنى انه عجبتكم ولا تنسون من الدعم باللايك والنشر ويعطيكم العافية على المتابعة